اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والأولى الإسلام والإسلام أركان إسلام خمس شهادة اللا إله إلا الله أي لا معبودة بحق يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله أكفر بجميع ما يابد من دون الله أثبت العبادة لا أحد لا شريك له لا إله إلا الله بناء هذا البناء سقف يقوم على عمودين مثل هذا الدولاب الآن يقوم على أربع لا إله إلا قوم على عمودين العمود الأول تكفر بجميع ما يابد من دون الله نفي العمود الثاني إثبات إذا أسقط عمود سقط البناء إذا لابد في لا إله الله من ركنين نفي وإثبات كفر بالطاغوت إيمان بالله لا إله نافيا جميع ما يابد من دون الله إلا الله مثبن عبادة الله وحده لا شريك له الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة لماذا قال إقام الصلاة ولم يقل الصلاة لماذا حتى تعتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها واركانها واجباتها ومكملاتها السنن وتنتفي عنك الموانع وقال إيتاء الزكاة لماذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة لأنه لابد أن تأخذ من أموال معينة في زمن معين بمقدار معين إلى الأصناف الثمن لأنه كثير من الناس يسأل الشيخ يقول أريد أدفع الزكاة لأمي لزوجتي لأولادي لأخي لا ليس أنا ما تحب مفهوم إيتاء الزكاة لم يقل الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فالحج يجب في العمر مرة على المستطيع ومن استطاع يبادل الحج ولا أتأخر والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر